اشتركوا في القناة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وعدد من كبار المسؤولين يرافق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين وقد تفضل سموه حفظه الله بالتصريح التالي يسرني وأنا أصل إلى المملكة العربية السعودية أن أشيد بالعلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية المتينة الممتدة عبر التاريخ التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود أهل المملكة العربية السعودية حافظهم الله كما أجدها فرصة مناسبة لأعرب عن بلغ التقدير للجهود التي يبدلها أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين إن المسيرة المباركة للتعاون بين البلدين الشقيقين والتي تعززت من خلال مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي ينعقد اليوم اجتماعه الثالث مقبلة على مزيد من التكامل تدفعه رغبة صادقة من البلدين الشقيقين وحرص متبادل على المزيد من التنسيق والتعاون الذي يترجم ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من مستويات متقدمة ونعرب عن تطلعنا الدائم لمواصلة هذا النهج المبارك والدفع بمسارات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين نحو أفاق أكثر شمولا تحقيقا للأهداف والتطلعات المشتركة وإني لا أجدها فرصة مواتية للتأكيد على متابعة مملكة البحرين لما تشهده المملكة العربية السعودية الشقيقة من نهضة وتقدم ورفع على مختلف المستويات والتي باتت قصص نجاح تنموية ملهمة عززت من مكانتها الريادية أقليميا ودوليا متمنيا للمملكة العربية السعودية بالمزيد من التقدم والازدهار ودوام الأمن والنماء